اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكعيبي حتى على فكرة جمال ايضا مغير الديكور لا بس شماغ اعلنت النيابة العامة السعودية نتائج التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي اذ كشفت عما توصلت اليه من نتائج وطالبت بانزال عقوبة الاعدام على خمسة من بين احد عشر مشتبها بهم في القضية واوضح بيان النائب العام السعودي انه من بين واحد وعشرين موقوفا على ذمة القضية تم توجيه التهم الى احد عشر منهم واقامة الدعوة الجزائية بحقهم واحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيق مع بقية الموقوفين للوصول الى حقيقة وضعهم وادوارهم في حين اصدرت امرا بمنع مستشار سابق في الدوان الملكي من السفر مع استمرار التحقيقات بشأن دوره ودعت النيابة العامة السعودية تركيا الى التوقيع على الية تعاون خاصة بالتحقيقات في قضية مقتل خاشغد مطالبة انقرة تسليم الادلة وكافة التسجيلات الصوتية التي تمتلكها بقعت عكسر جمال باعتبار ان كلامك جميل لكنك كنت رئيس تحرير هل كنت تطبق هذا الكلام؟ طبعا كنت اطبق هذا الكلام في جريدة الوطن وكنت احاول ان اطبقه لكن الوزارات قليلة الحديث للصحافة ما عرف هي ظاهرة لابد من وعالجتها لابد من حسب معاها النظام العام هو من اثبت الاشيات التي نمتلكها في هجل البلاد دكتور عبدالله كيف وجدت اعلان النائب العام هل وجدت انه شافي وكافي للرد على كل التخرصات كل الاسئلة يعني في الموضوعات اولا بسم الله الرحمن الرحيم ورحم الله الزميل جمال خاشبجي يعني لطالما ظهر معنا على هذه الطاولة صحيح اعتقد انه النائب العام اجاب على كل الاسئلة التي طرحت التي سربت من خلال الاعلام التي سلمت ايضا من خلال الجهات الرسمية التركية كل هذه المعطيات البيان اجاب عنها ولكن هذا ليس اخر المطاف انا في تصوري انه سيكون هناك بيانات لانه على يعني كل ما تقدمت كل ما سرب الاعلام معلومات جديدة تلجأ النيابة العامة للتحقق منها لا يمكن ان يتبرع المتهمون وان يعطوا معلومات دينهم صحيح لا بد من استثارة لهذه المعلومة وهذه الاستثارة تأتي من خلال التسريبات التسريبات التركية التسريبات التركية مع انه الادعاء العامة والنيابة العامة عفوا طالبت بان يتوقع اتفاقية حتى تحصل على جميع المعلومات دون الحاجة الى ان تتلقفها من الاعلام وان تعاود التحقيق فيها فبالتالي لو انه حصل توافق معينة واتفاق معينة على ان تسلم كل المعلومات الموجودة عند الطرف التركي وما يتعلق بايضا المحرزات الموجودة التي تخص الجمال رحمه الله ربما تجد فيها النيابة العامة اجابة لأسئلة كثيرة حتى الان لم يجاب عنها وبالتالي نحاول الحقيقة ان يقطع النائب العام بدلا من ان يصدر البيان تلو البيان لا زال الاعلام التركي يسرب معلومات يعني اخرها الحقيقة امس كان في تسريبات بعد البيان بعد البيان في تركيا الجهات الامنية قد رصدت عملية القتل كاملة فهذا يعني الحقيقة انها ترصد ما يدور في القنصرية قبل ذلك طيب لماذا لم توقف العملية لماذا لم يمنع جمال خاشق من الدخول للقنصرية هذه مهمة انسانية واجب انساني لماذا لم يستدع القنصر العام من قبل الجهات المعنية قبل التنفيذ به هذا كان كفيلا بالتشويش على المتهمين وعدم تنفيذ انا اعتقد ايضا مثلما ظلل المسؤولون السعوديون وقدمت لهم تقارير كاذبة انا اعتقد ان القيادة التركية تقع في نفس الفخ وان هناك من الاتراك من المسؤولين الاتراك من يحجبون المعلومة عن القيادة العليا ليش طيب خلنا واضحين هذا هو السؤال لا بس انت تدري انا اقول انه قد اخشى انهم فعلا يحجبون معلومات وان الرئيس الحقيقي تصلهم معلومات تقول بانه هذه العملية تمت بتخطيط سعودي واوا وانه ليس عندنا معلومات لكنهم عندهم معلومات قد لا يكون مثلا الرئيس التركي لقد لا يكون على علم بان اجهزته تعرف ان هذه العملية كانت ستم و سكتت عنها طيب هذا شراك في الجريمة هل تتوقع ايضا ان الاتراك تجسسوا على اذا كانت هذه الواقعة حدثت في القنصلية السعودية هل تتوقع انهم الان يتعاملون او تعاملوا خلال فترة المضت مع القنوات الدبلوماسية المماثلة لدول اخرى حتى الان نحن لا نعرف كيف حصلت تركيا على المعلومات ما زلنا الحقيقة نسمع تسريبات لا واضح انه واضح انه في حالة تجسس يصعب الان انه نقول الحقيقة بان تركيا تجسست على هذه القنصلية او تلك القنصلية ولكن هذا السؤال لا بالنسبة للقنصلية السعودية واضح هذا السؤال نعم هذا السؤال يجب الحقيقة ان تواجه تركيا الاجابة عنه قريبا عندما ينكشف الحقيقة موضوع او تنتهي هذه القضية لكن كل الذي يريده هو انه مثلما انه هناك يعني افراد متهمون خالفوا التعليمات المعطى لهم قد يكون هناك افراد من الامن التركي ايضا خالفوا التعليمات وخالفوا الانظمة وعرفوا المعلومات دون ان يوقفوا عملية القتل ومن احياها فكان ما احيا الناس جميعا لماذا لم يمنع جمال من الدخول لماذا لم يبلغ القنصل السعودي بان نعرف ان هناك او لدينا شكوك معينة هذا كان كفيلا بانهاء العملية من اساسها وبالتالي كلما تقدمت هذه التسريبات بهذا الحماس من الجانب التركي اعتقد انه يقود ايضا الى توجيه اتهامات اخرى واتمنى ان يكون التعاون ما بين دولتين كبيرتين في العالم الاسلامي المملكة وتركيا ان يكون هناك توافق على ان تطرح المعلومات لشيء واحد فقط وهو تحقيق العدالة الامور والمزايدات السياسية اعتقد انها سقطت الان ولا مجال الحقيقة لبعثها وعلينا جميعا اذا كنا ننشد الحقيقة سواء شقاءنا في تركيا او السعودين ان نتوجه الى معرفة حقيقة للعدالة وحتى نقول بانه تم انصاف جمال خاشفتي طيب استاذ عبدالرهاب يعني تركيا تصر على انها تنتلك تسجيلات صوتية بينما يعني النيابة العامة كشفت عن طلبها ذلك من جانب التركي ومع هذا لم يقوم بالتسليم هل في عملية ابتزاز للسعودية بسم الله الرحمن الرحيم انا اعتقد انه فعلا هي ليست يعني عملية ابتزاز بقدر ما هي عملية يعني تسجيل مواقف ايه للقيادة التركية على حساب القضايا الاساسية وعلى حساب علاقتها مع السعودية وعلاقتها مع دول الخليج وعلاقتها مع العالم العربي والشعوب الاسلامية طيب تسجيل مواقف هو في حد ذاته بالضبط فانا اقول تركيا امتزاز للقضية نفسها بالضبط فانا اقول تركيا الان هي في الركن الاخلاقي والقانوني الشك الاخلاقي اشار لها دكتور عبدالله انه فعلا الان اذا انتم كما تزعمون في تسريباتكم انه تم معرفة حدث ما سيقع اين البعد الانساني والاخلاقي في القضية هذه يعني اين موقفكم من هذا الموضوع لماذا لم تتدخل لماذا لم تبلغوا القيادة السعودية بهذا الموضوع يعني هذا موضوع يعني اذا انتم تضعون انفسكم في اطار الدولة او الحزب الذي وصي على الاخلاق الاسلامية وانتقد انه يسقدم نفسه انه قائد العالم الاسلامي والعالم الاسلامي الاسلام وين اخلاق الاسلام وين عدالة القضية ما في السياسة اخلاق اسلام هذا الجانب الجانب القانوني تتحدث بشيء بمثالية او الحنة نضعهم في الجانب الاخلاقي حتى يعني يعني دايما انت يعني لما تقدم حسن النية ما فيها ضرر يعني الخطأ في العفو خير يعني حتى الخطأ في قدم استمر قدم حسن النية في الاخوام مع تركيا يجب ان نستمر ان نقدم وانا اعتقد انه حتى القيادة السعودية دائما تستخدم الشقيق والاشقاء الاتراك النياب العامة وزي الخارجية جميع القيادة السعودية فهذا اسراق على انه احنا ما ينزل لدينا حسن النية في القيادة التركية وانا اعيد دكتور عبدالله انه قد تكون القيادة التركية ايضا ضللت في الموضوع هذا فما هم مصلحتهم الحقيقة الاستمرار في التسريبات لانهم تضعهم في الاطار القانوني اذا ثبت انه كان فيه تنصة على القنصلية فهذه القنصلية قد جزء سيادي من الان وهذه تحكمها القوانين الدولية قوانين العراف الدبلوماسية الدولية فهم تضعهم في الاطار القانوني وايضا الامامهم وهم الان يضعون نفسهم في الجانب الاخلاقي وين اخلاقكم وين اخلاق الاسلام فانا اتمنى انه فعلا تركيا يعني تاخذ الموضوع بهذا الجانب وانا اعتقد انها ورقة ستلعب اذا هم الان يريدون ان يلعبون ورقة خاشقجي ضد السعودية بهذا الاسلوب والاسرار عليه فسوف يأتي اليوم الى تستخدم ورقة التنصت على القنصلية ورقة تستخدم ضدهم في القانون الدولي وقد تكون ورقة قوية بيد المملكة وربما يطلب من المملكة ان تثيرها في المنظمات الحقوقية الدولية ضد تركيا فيعني نتمنى انه واجبنا ان نقدم حسن النية مع تركيا ونواجبهم ايضا ان يتحروا هل حدث هناك اختراق لجهزتهم الامنية هل حدث تضليل للقيادة التركية هذا اللي نريد ان نعرفه يبما النائب العام مصر اللي اصروا عليه النائب العام في السعودية هو هذا الجانب اجلنا بشوف رأيي الاستاذ عبد الرحمن طريري في انه بالفعل لماذا لم يحدث حتى الان التوافق بين سعودية وتركيا في موضوع قاشقجي ما هي حاجة تركيا لشيطنة المملكة اول شي اسمح لي اختلف معظفين الكريمين قبل لابده وهذا يعني مجازف في بداية الحلقة انا انظر للنظام التركي بكل سؤضا في هذه الحادثة عندما نلحظ تسلسل الاحداث خلال 40 يوم 45 يوم تتابع تصريحات المسؤولين الاتراك بالحديث عندهم اسئلة ليس لهم اجابات عليها ثم ظهور وسائل اعلام تابع لهم وتابع لقطر تظهر الحقائق هذا يظهر انه فيه سيمفوني واحدة قاعدة تتحرك البيان حق النأب العام لما طلع الرسالة الرئيسية حقته اللي امس يعني الاخير ايه ايه الرسالة الرئيسية حقته هو المملكة ليس لديها شيء تخفيه وتبحث على الحقيقة والحقيقة فقط وهذا ما اكدته تصريحات سمو السفير المملكة في واشنطن انه اذا عندكم ادلة طلعوها احنا نبحث على الحقيقة وفيه ناس تستغل ما تسميه البحث عن حق القصاص لجمال خاشقجي عبر منافع سياسية لا ننسى انه الحدث حصل الاتراك وهم في اسوء ازماتهم الاقتصادية عندهم العديد من الديون المستحقة السداد خلال سنة يحتاجون من الامريكان اعفاءات من العقوبات الايرانية يحتاجون التنسيق مع الحكومة الامريكية حتى لا يكون هناك دعم كبير لقوات سوريا الدمقراطية الاكراد في شرق سوريا وحدث ايضا بعد حدث الجمال ان سمح لها معطي وضوء اخضر بقصف هذه القوات التي كانت اصلا تقاتل داعش بدعم الامريكان بعد زيارة وزير خارجية مايك بومبيو الى الرياض عندما ذهب الى انقرة كان جل الحديث عن الواقع السوري وسيرت بعدها دوريات مشتركة في منبج ايضا الاتراك مهما ذهبوا مع الروس هم يشعرون بالقلق خصوصا لانه تتزايد الضربات بتغطي عالمية ضعيفة من النظام السوري ومن الروس الادلب اللي هي الحجر الاخير بالنسبة لهم الهدف الاكبر او الاهم بالنسبة لاتراك اللي حدث قبل يومين ثلاثة ان شراته ام بي سي نيوز انه يحاولون ان يضغطون على الادارة الامريكية انه حتى ننتهي عن الحديث عن جمال خاشقجي رحمه الله عيدوا لنا قولن قولن والادارة الامريكية تدرس حتى لو تستطع ان تسلم وانتسلم صديق اخر لاردوغان هو متهم في ولاية المتحدة حاليا بقضية غسيل اموال اللي هو سلم ولا لا لا ما سلم لا لسه ايه الامر الاخر ظهر ايضا عن سؤالك لماذا شيطنة المملكة كان هناك تصريحات من مسؤولين ايه وانا اعرف انه لو كان هذه الحادث حصلت في ذو القعدة لاصبح الحديث كله من الجانب التركي عن القلق على الحجاج وسلامة الحجاج وهي الدعاية اللي دائما ما تمارسها ايران وقطر وتركيا وبالتالي فيه انزعاج من مكانة المملكة فيه انزعاج من تحرك المملكة حتى بشكل مختلف المملكة ليست مثل الخطابات المنبرية في الستينات ومنافسة الزعامة بين الدول العربية بل المملكة تقول تعالوا جميعا لنكون اوروبا الجديدة وبالتالي هذا يشكل ضغط اقتصادي على تركيا التي فشلت في الدخول في اتحاد الاوروبي وفشلت في الدخول عبر الدراما وعبر عدة قنوات ناعمة الى العالم العربي ممتاز لا لاني حسيت انك لازال عندك تسمحك بس ايضاح ايضاح بس لم انا اعتقد انه يعني يمكن حل لما قلنا انه من واجبنا تقديم حسنية لا هذه جوز من العقيدة السياسية الخارجية السعودي يعني العقيدة السياسة الخارجية السعودي دائما تفصل بين الشعوب وبين القيادات والزعامات يعني حنا ضللنا مع علاقتنا مع ايران صبرنا اكثر من 30 سنة وتحملنا لانه علاقتنا مع ايران علاقة جيرة وعلاقة مع شعب والانظمة السياسية انظمة يعني تحكمها الظروف وزائلة فالبقال فالثابت هو الباقي يعني السياسة متحولة فهذه تقريبا نقول انه لن يضرنا انه اذا قدمنا حسن النية لانه انا يهمني الجانب التركي الشعب التركي ايضا يعني لازم حنا نؤكد انه علاقتنا وسياستنا الخارجية هي بالاساس مع الشعب التركي طيب انا بش لكن هذا تسمحت لي يعني المسؤول سواء كان ولي العهد أو وزير الخارجية او الخادم حرمين شريفين عندما يتكلم لديه لغة دبلوماسية وعلاقات سياسية مع دولة نحن كم محلين سياسيين من حقنا ان نتكلم باريحية اكثر في هذا لا اكثر وايضا فيه بالنقطة اخيرة بس انه خروج بيان النائب العام بالتزامن مع مؤتمر لوزير الخارجية ولنؤكد انه في امر جنائي تسير فيه السعودية وفيه هناك معركة سياسية يرد عليها وزير الخارجية طيب استفاهد ايضا على فكرة اظن تركيا طالبت بتدويل التحقيق في قضية خاشفجي وهذا ضمن ايضا عمليات وفيه كثير من المؤامرات تدور عبر الاعلام التركي والاعلام القطري انا اعتقد برايين هناك جريمة اخرى بجوار جريمة مقتل خاشفجي وهي مثل ما تفضل الاساتذة جريمة الصمت على هذه الحادثة اذا كان هناك معلومات صمت التركي بكل تأكيد اذا كان هناك معلومات يعلمها الاتراك مسبقا عن وجود هذا المخطط او حتى من تحركات الفريق قبل تنفيذ الجريمة ما يهمني في هذه القضية انا كالأقل من الداخل السعودي هو النجاحات الكبيرة للنيابة العامة السعودية نيابة العامة السعودية تعاملت باحترافية كبيرة جدا مع هذه القضية نحن نعلم انها كانت تحت ضغط اعلامي وضخ اعلامي كبير جدا حملة شرسة غير مسبوقة على المملكة وتسريب للمعلومات محاولة التشويش للوصول للعدالة هناك من كلما اقتربت النيابة العامة من الحصول على الحقيقة بدأت فيه ضخ لتسريب معلومات تشويش مسار العدالة هناك تعقيد للعملية عدم اعتراف المتهمين ابتدائما كما ذكرت النيابة ومن ثم هناك شح في المعلومات من الجانب التركي او من عدمها بالأصح وعدم تقديمها وعدم تقديم اي معلومات او مساعدة للوصول للحقيقة وكأن برأيي انا ان المثل الدارج عندنا ان بنية يغلب بنيتين ينطبق على المشهد السعودية منذ البداية كانت تتعامل مع هذا الحادث بنية واضحة وهي الوصول للحقيقة الوصول لما حدث معرفة ما تم بالضبط وكان الاعلام التركي والتسريبات التي تتم وكأنها هناك نية يتعاملون بها مع السعوديين وهناك نية اخرى يتعاملون بها مع الاعلام لكل وسائل الاعلام العالمية ما حدث بكل بساطة هو استغلال النفوذ او الاستغلال للسلطة خارج اطار القانون وهذا يحدث في كل مكان في العالم المملكة لن تدخل في هذا الاطار حتى يتم تدويل القضية السعودية كحكومة وكلاست متهمة هناك اشخاص محددين ارتكبوا افعال معينة ويتم محاكمتهم مثل ما تم في سجن بغريب في الولايات المتحدة الامريكية مثل ما ذكرت ما تم في الأمم المتحدة وفضاعح انتها كانت جنود حفظ السلام وقضاياهم كانوا يضللون قياداتهم ويعطوهم معلومات خاطئة وما كشفت كثير من هذه الجرائم وهذه الأحداث الا بعد سنوات العالم 1990 اول حادثة انتهك فيها حقوق الانسان من قبل جنود الامر المتحدة والمشهد هنا قريب من بعض بمعنى ان المنفذ قد يضلل للقيادة وهذا لا يعني اتهام القيادة وحتى تدويل القضية او الذهاب بها نحو مسارات غير صحيحة طيب انا بس انا عندي بصراحة في ظل وجودكم وانا اشعر للامانة دائما منها من يوم حدثت المشكلة اشعر بقلق كمواطن سعودي ابغى بصفتكم خبراء تقولون وجهة نظركم يمكن يستفاد منها يمكن تستفيد منها الدولة كيف للمملكة ان تخرج من هذه العزمة يعني وش وجهة نظرك دكتور عبد الله هل ستستمر هل ستطول هذه الازمة ما هو الثمن الذي سندفعه كيف نتلافى ان ندفع اثمان متلاحقة مثلا من دول تحاول بفعل ان تنتقص من قيمة المملكة ووزنها طيب خلنا نبدأ بس بتعليق بس اختصارات عشان نخلص الوزير عدد الجبير قبل يومين الحقيقة وجهة يعني الاتهام للإعلام القطري والإعلام التركي وانا كمواطن سعودي عربي مسلم الحقيقة اشعر بالكثير من الغبن عندما ارى انه الامريكيين والروس وحتى الاسرائيليين اكثر انصاف لنا من دول عربية مسلمة او من اعلام دول عربية مسلمة هذا بالنسبة لن انساه يعني سيبقى الحقيقة في ذاكرة كل سعودي انه فعلا هذه الدول عندما تفتح انت الاعلام الغربي تجد الحقيقة انه خبر من ضمن الاخبار ممكن يكون الخبر الاول ممكن الخبر الاخير وقد لا يكون في نشرة الاخبار عندما تنظر الى بعض القنوات تجد الحقيقة انها 24 ساعة عاجل من بعض القنوات قناعة الجزيرة مثلا طيب يا خلت في عداء مع قطر احنا نسأل كيف نواجه اعلام قطر اللي يعني منتشر ومشترى انا هنا الحقيقة لا اتكلم عن اعلام دولة تعتبر نفسها في عدام السعودية انا اتكلم عن المهنية الاعلامية كيف لهؤلاء الذين كانوا في يوم من الايام يتحدثون عن مهنية اعلامية وهم ينتمون الى دول عربية شتى لا ينتمون الحقيقة الى دولة قطر انتمون على الدول العربية كثيرة يا حبيبي هذا هو ايضا مشترين لكن لن ينسى المواطن السعودي والانسان الانسى لا ينسى هذه الحملة التي تريد ان تخرج القضية عن كونها قضية جرمية نبحث عن تحقيق العدالة فيها وبين محاولة تسيسة هذا لن ينجح هذه معروف الحقيقة انها جندة ساقطة نعود مرة اخرى المملكة كيف تتصرب المشكلة الحقيقة ونحن وقعنا في ازمة غير مسبوقة ازمة اخلاقية من الذي صور لهؤلاء الناس الذين ذهبوا الى الكنسلية ان هذا الانسان عدو من الذي صور لهم ذلك لو كان عدوا لما امرت المملكة ان تقام عليه صلاة الغائب في الحرمين الشريفين هل اقيمت صلاة الغائب على اسامة بن لادن او على الارهابين الذين قتلوا اعداء المملكة واعداء الاستقرار ما حدا قام عليهم من الذي صور لهؤلاء الاشخاص ان هناك مشكالية او ان هذا الشخص عدو يجب ان يقتل وبالتالي هذا خطأ حصل والخطأ الذي حصل المملكة اتخذت اجراءات منها ما يتعلق بالمؤسسة عملية تحديد الاستخبارات العامة ويعادة برامجها وتحديد اولوياتها هل هذه كافية ولا تحتاج لها ايضا هناك موقوفين الان ووجه التهمة الى 11 شخص وطلب بالقصاص من خمسة اشخاص منهم وقد تتطور القضية الحقيقة الى انه نعرف تحديدا من الذي ارتكب ومن الذي سينفذ فيه حكم غيرها الشفافية في القضاء وفي توجيه الاتهام وفي تنفيذ الاحكام اعتقد انه كثير الحقيقة بتصحيح الخطأ لكن مواجهة هذه من ناحية الاثار السلبية على المملكة وعلى سمعة المملكة ثلاث سنوات الحقيقة من العمل الجاد والكبير الامير محمد بن سلمان اعتقد الحقيقة انه هذه القضية الاسف اثرت عليه تأثيرا يعني كبيرا في الرأي العام العالمي نحتاج الحقيقة الى تكثير جهود بعد ذلك عبد الرحمن انا ما اختلف كثيرا دكتور عبدالله اعتقد انه فعلا اعادة الهيكلة لعدة اجهزة امنية وعسكرية لانه انت عندك رؤية لازم يتم تأهيل المؤسسات والافراد لكي يصلوا لهذه الرؤية وبالتالي هذا امر مهم جدا لازم تغير ذهنياته لانه هذا التغيير هو اللي سيغير يعني يلغي فكرة انه لا قدر الله يعني يكون في تفكير بعمل زي كذا انا اعتقد انه عمل النيابة العام عمل مميز جدا كانت تصريحاتهم تصريحاته في البيان وفي المؤتمر كانت ممتازة اعجبني جدا التركيز على المبادئ القضائية الدمسو مثلا ينشر في الاعلام التركي قال انا لا اعتمد على ينشر في الاعلام التركي انه نطلب المواد نطلب الادلة والبراهين انا اعتقد انه المحاكمة العاجلة بكل شفافية هي الحل الاوضح لتقطع الطريق المملكة على كل اعدائها ممتاز فهد انا اعتقد اضافة المذكرة لساتذة بضبط اعتقد اضافة المذكرة لساتذة ان النيابة العامة بدأت بالفعل في تصحيح هذا الامر وفي قطع الطريق على كل المؤامرات كل بيان يصدر من النيابة العامة ويقطع الطريق على مؤامرات وعلى دسائس ويثير الاعلام المعادي بدليل انه بعد كل بيان تأتي تسريبات جديدة ويحاولون انهم يسرون بالقضية الى اتجاهات مختلفة التصحيح مهم والتغيير مهم انا لفت انتباهي في بيان النيابة العامة انفتاح وكيل النيابة المتحدث الرسمي الشيخ شلعان في مسألة اللي جابه اكثر من ثلاث مرات في اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال وهذا يدل على انفتاح النيابة العامة على وسائل الاعلام اذا كانت وسائل الاعلام التي تعادل المملكة لديها اسئلة تتجه بها الى النيابة العامة وتستطيع ان تستقي المعلومات او حتى تقدمها من خلال البلغات كما ذكر وزير الخارجي السعودي في انه من يمتلك معلومة فالأبواب مفتوحة ليقدمها من اجل الوصول للحقيقة بكل تأكيد ان الصلاة على جمال خاشقجي في الحرماني الشريفين لها معنى كبير ولها رمزية كبيرة جدا في رفض المجتمع السعودي الشعب السعودي القيادة السعودية لما تم وهذا بكل تأكيد اعلان لانتهاء التحقيقات الاولية وبدء التشريع في الخطوات القضائية وانهاء ايضا حالة الجدل الموجودة في وسائل الاعلام والبدء بالفعل بانتظار الجانب التركي لتقديم ما لديه من معلومات وتقديم ما لديه من تسجيلات اذا كان يمتلكها ولديه الشجاعة في ان يتقدم بها ولا يسربها الى وسائل الاعلام معادية طيب خلينا نشوف الاستاذ عبدالرحاب انا اعتقد افضل يعني اعلية لترويض حالة القلق اللي يتقول عليها والفروج من الازمة هو ان نستمر في تدعيم مقومات الجبهة الداخلية ورأينا احد ثمار تماسك الجبهة الداخلية في الوقفة الشعبية التي حدثت وشدفناها من قضية خاشقجي وكيف انه كل اطياف الشعب السعودي فعلا يعني تفاعلت وقفت بقوة ورفضت الحالة الهجوم اللي على المملكة وهذه احد مؤشرات تماسك الجبهة الداخلية يعني العالم لن تستطيع ان ترضيه ولن يقبل حنا سوينا اللي علينا من ناحية القانونية والاخلاقية تم حسم الموضوع الخادمة الحرمة يتدقل بسرعة وقطع الطريق واكد ثبات العدالة وعدالة القضاء وحيادية في الموضوع اللي نحتاجه هو فعلا المضيب تكريس مقومات الجبهة الداخلية المضيب بالمشروع الاصلاح الاقتصادي بقوة تمكين المشاريع البنية الاساسية عدم تأخير هذه المشاريع بحيث نرى ثمارها على قوة الاقتصاد وأعتقد أفضل آلية لتحصين المجتمع وتحصين الجبهة الداخلية هي أن نمضي بكل مشاريع الاصلاح كانت هناك تلميحات ودعوات مع الأسف في الألام الدولي في قنوات إلى أن المشروع هذا سوف يفشل وأن القيادة الآن فشلت في مشروعها وأعتقد هذا هم ما يريدون هم يريدون هذا المشروع أن يفشل ألخص فيه طيب يعني مدام أننا نتحدث عن المستقبل مهم جدا أنه مدام جبهتنا الداخلية موحدة بشكل جيد وأبرزت الحقيقة يعني وقفة مثالية وهذه طبيعة الشعب السعودي الحقيقي يعني وقفته مع دولته لكن أيضا لا يجب أن نصنف أصدقائنا في الخارج على أنهم أعداء بسبب هذه القضية لأنه كثير من أصدقائنا في الكونغرس الأمريكي وفي بعض وسائل الإعلام الأمريكية وفي الأجهزة الأمريكية يتحدثون تحت ضغط مجتمعي رهيب لأنها قضية أخلاقية تتعلق بالصحافة وتتعلق بالإعلام وأنت الحقيقة هذا يعني الشخص الضحية ينتمي إلى الإعلام وبالتالي علينا أن لا نستعجل في كسب أعداء جدد علينا أن ننتظر الحقيقة وأن نعطي بعض الوقت لأنه عندما يهدأ الموضوع على مستوى الرأي العام الأمريكي سوف تجد أصدقائك يعدوني لك تدريجية فاصل ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم أهلا بظيف الكرام عبد الله موسى الطاير وعبد الرحمن الطريري وفهد بن جليد وعدروها بالفايز إلى موضوعنا التالي موسيقى كشف التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الحج والعمرة عن ارتفاع عدد تأشيرات العمرة في شهر صفر الحالي عن الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة 7% في حين وصل عدد القادمين للعمرة 714,065 معتمرا فيما كان عددهم في الموسم الماضي 554,422 معتمرا بارتفاع نسبته 22% بينما ارتفعت حصيلة المغادرين من المعتمرين بفارق نسبته 38% وتراوحت نسبة إقامة المعتمرين بين 12 يوما في مكة المكرمة وثمانية أيام في المدينة المنورة خلال شهر صفر من هذا الموسم في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي يسجل 9 أيام في مكة المكرمة وستة أيام في المدينة المنورة أستاذ عبدالرهاب كيف شايف تأثيرات زيادة التأشيرات العمرة عن الحالة الاقتصادية في البقعة المقدسة وفي جدة اللي هي بوابة مكة في المنطقة الغربية أجمالة نعم والمملكة ككل أيضا أولا أنا بحب أنظر لها إلى جانب الشقة الاقتصادي ما في قيمته في الاقتصاد أنا بأنظر إلى أنه نمو الأرقام هذه وتطورها أنا أعتقد أنه مؤشر إلى جانبين الجانب الأول هو تطور الخدمات تطور الخدمات في الأماكن المقدسة وقدرتها رفع قدرتها الاستيعابية هذا الجانب أعتقد أنه أحد العوامل التي ساعدت على ارتفاع هذا الاعداد جانب الثاني من دليل انطلاق القطار الحرمين هذا من ضمن الأمر الثاني هو تطور قطاع الحجو الأمراء يعني قطاع الحجو الأمر الحكومة السعودية من خمس سنوات وست سنوات اتخذت إجراءات أنا أسميها تصحيحية رئيسي تصحيحية صححة القطاع نعم أعادت هيكلة القطاع نظمت بشكل شفاف أخرجت كل الشركات التي كانت تلعب وتستغل فأعتقد أن الحكومة السعودية كانت صارمة في الخمس سنوات الماضية لأن هذا له مساس في سمعة المملكة وفي علاقتها وأيضا يؤثر على واجبها تجاه العالم الإسلامي فأعتقد أنه اتخذت خطوات صارمة مهمة جدا الجانب الثالث الخدمات التي ضخت في الخدمات البنية الأساسية يعني عندنا في قطاع الخدمات تطور التأشيرات الحصول على التأشيرة سهولة الحصول على التأشيرة طبعا هذا الجانب اللوجستيك الخدام تطورها لكن أيضا لا ننسى جانب مشاريع البنية الأساسية كما يشرت نعم وجود القطاع رفع القدرة الاستيعابية رفع قدرة المطار ارتفاع شركات الطيران قدرتها فأعتقد أن هذه مهمة وهذه سوف تجذب لنا يعني شريحة مهمة في العالم الإسلامي شريحة الطبقة المتوسطة المتعلمة وهذا اللي كان لحنا نأمل يعني أنه فعلا نبدأ هذه الشريحة تطور معها سياحة المؤتمرات الجانب الآخر اللي يهمنا أيضا والأخير 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 كل ما توسعنا في هذا الجانب هذا أيضا بوابة لنا مع العالم الإسلامي сяن في سياسة الخارجية السعودية السنوات القادمة العقود القادمة سوف تكثف علاقاتها بقوة مع الكتل الإسلامية وتدعمها وتوسعها وهذه أحد البوابات وهذه أحد أدواتنا للدبلوماسية الناعمة بأن تكون خدمات الحج والعمرة هي رسالة إيجابية نقدمها للعالم عن السعودية طيب دكتور عبدالله أنا أعتبر الحج والعمرة ووجود الحرمين الشارفين هي النفط الحقيقي للمملكة العربية السعودية وخاصة أنها هي الوحيدة يعني تستطيع أن تسميها التجارة المحتكرة يعني نحتكر هذه المسألة للأمانة لا لشيء إلا لحبة ربانية كيف ترى أن نطور من هذا الاستثمار أنا أعتقد بالنسبة للحج فهو ليس استثمار بقدر ما هو مسؤولية تمارسها المملكة وأعتقد أنه تخسر ماديا فيه ولكن العمرة تختلف أنا أعتقد أن استراتيجية وزارة الحج في مسألة العمرة تختلف تماما عن استراتيجتها في الحج هي الآن تحاول أنه تزيد عدد الناس الذين يفدون على المملكة يتطلب ذلك تسهيل الحصول على التأشيرات يتطلب ذلك أيضا الدخول لمناطق جغرافية معينة مثل أوروبا أوروبا الحقيقة لم تكن من ضمن الدول الحريصة على مسألة المسلمين في أوروبا الحريصين على العمرة بينما هم الأكثر قدرة الحقيقة على العمرة لأن العمرة يمكن للحقيقة الشخص غير القادر أن يؤجرها للحج ومن رواحدة يأتي إلى الحج لكن هذه فيها ناس عندهم مستوى يعني معيشة يعني إلى حد ما رغيدها وبالتالي الدخول إلى مجتمعات جديدة تسهيل الإجراءات الوزارة عندها الآن وضوح بالنسبة للأنصبة ماذا تريد ومن أين تريدهم وتستطيع أن تتصرف من خلال هذا المنطلق بحيث أنه تركز على هذا الموقع الجغرافية أو على هذا الجزء من العالم وتستطيع الحقيقة أن تقيس عرد الذين يأتون منه وأن تزيد العدد من هذا الجانب إذن نحن نتكلم على تسهيل الإجراءات على فتح المنافسة أيضا على العام الماضي يرخصوا لأكثر من مئة مكتب أو شركة تنافسية داخل هذا يزيد التنافس لتقديم خدمة أفضل للمعتمرين طيب أنا طبعا أتفق مع أخي عبدالله في أن الحج والعمرة مسؤولية يعني من مسؤولية المملكة وهي تخسر فعلا لكني أيضا مصر على أنها باب للاستثمار يعود على المملكة حتى في الجانب السياحي والربحي لماذا لا يكون هدفنا يعني ربحي ماذا تعليقك؟ سعودية أنا أخذ طلب معكم سعودية لم تستثمر الحج سعودية تدفع ولا زال لو تستثمر هو هذا اللي يقوله لو تكسب السعودية عشر سنوات خمسين سنة للأمام لن تسدد البليارات الثلاثيئ يعني أنت تتكلم عن مليارات بخة في مشاريع بخمة جدا صحيح في تغيير وجه المشاعر المقدسة في تغيير طريق تحسين تجربة الحجيج أنا برأي أنه ترى على فكرة أنا مفردة استثمار لو يجينا الحاج هنا ويأخذ انطباع جيد فهذا استثمار سكل تعكيد وتبييض وتحسين لسمعة السعودية سجل أنا برأي أنه اللي حدث في الأرقام هذه سعودي فيجن 2030 هذه بوادر الرؤية تحسين التجربة فتح العدد تسهيل الإجراءات تقديم الخدمات وما زالت الأرقام ستتصعد في السنوات المقبلة لعدة عوامل الأول شيء المشاريع لا زالت تنمو في الحرمين الشريفين الخدمة الفندوقية لا زالت في انتشار أكبر وتطور أكبر وحتى الأجراءات السعودية اليوم سمحت حتى للحاج والمعتمر أن ينتقل إلى أي مكان في المملكة هذا ما كان سابقا موجود لكن هذا أيضا كانت فرصة أخرى للتعرف تبادل الثقافي حقيقة في شغف في العالم الإسلامي خصوصا للشباب لمعرفة السعودية واكتشاف السعودية من جديد أعتقد أن الحج والعمرة هما بوابة لتواصلنا بين المملكة وبين المسلمين وأهلا بهم ضيوف ونسبنا لهم في مكانهم ويرتفع عددهم إن شاء الله أكثر إن شاء الله عبد الرحمن أنت إشرايك أيضا على فكرة من اللحاطة تضاعف عدد الموظفين السعوديين أكثر من عشر مرات في شركات ومؤسسات العمرة إلى الفترة القريبة الماضية أنا أعتقد الرقم اللي لفتني أكثر هو أن عدد الأيام اللي بقي هاي المعتمرين في المملكة زاد الشخص اللي يأتي للعمرة هو سيعتمر في ساعتين ثلاثة ولكن ما تصنع له من مناشط أو برامج سياحية في باقي الأيام هو ما يبقي في المملكة لأنه هو سيقرر أن هذه أجازته السنوية سواء أتى من أوروبا أو أي مكان في العالم الإسلامي هو حط الميزانية حق أجازة السنة كلها في عمل جيد على البنية التحتية في قطارات لابد أن تكون حياته سهلة يعني تخيل المقارنة بين اللي يركب قطار الحرمين اليوم واللي كان يركب تسعاوي قبل 20 سنة وإش تجربة الأمرة كيف مختلفة أنه ما في مانع أنه أيضا المناطق المقدسة يكون فيها سينمات يكون فيها سبل كما قال السيد عبدالوهاب للتعبير عن قوة السعودية الناعمة حنا في الإعلام نتكلم على المنافسة في في عدد القراء أو عدد المشاهدات هؤلاء الجيين اللي عندك صحيح بس وفر لهم المادة ممتاز احنا بنروح فاصل ثم نعود إليكم نحن قبل في موضوعنا السابق كنا نتكلم عن فروتنا في النفط الروحي الآن نذهب إلى موضوعنا التالي النفط السائل وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بالتعاون مع السعودية في خفض إنتاج النفط في الأسواق ووقف تراجع الأسعار مبينا أن السعر سبعين دولار لبرميل النفط يناسب تماما بلاده وأشار إلى أنه ناقش أوضاع سوق النفط العالمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كان في باريس لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى وتعاونت روسيا في السنوات الأخيرة مع أوبيك للحد من العرض ما أتاح عودة الأسعار إلى الارتفاع بعد انهيارها في عامي 2014 و2015 ودعت السعودية أخيرا الدول النفطية إلى خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في ظل تراجع الأسعار من أجل ضمان استقرار السوق النفطية قريبا سوق النفط هذه الأيام لا تستجيب للتوقعات أو لما يحدث في السوق يعني الحقيقة فيها أحيانا حالة من الخفض المعروض ومع هذا ينخفض السعر كيف ترى التعاون الحالي بين كبار المنتجين لضمان استقرار السعر أسواق النفط؟ أنا أعتقد أن هناك تعاون مثالي وغير مسبوق بين قيادة أوبيك على رأسها السعودية مع النان أوبيك الأكبر المنتجين من خارج أوبيك اللي فيها روسيا وفيها عمان وعدة دول من خارج أوبيك هذا التعاون الحقيقة وما نتج عنه من اللجنة الوزارية لمتابعة سقف الإنتاج وامدادات السوق خلال العام الماضيين حرص على أكثر من أمر أولا المحافظة على أن لا يكون هناك فائض في التصدير وبالتالي يضغط الأسعار إلى الانخفاض ولا يتحقق هذا التوازن إلا بهذا التعاون بين كبار المنتجين لكن السعودية حرصت الحقيقة بالتوازن أولا على علاقات جيدة مع الدول الصديقة المستوردة بالذات الدول الكبرى مثل الصين وكوريا واليابان والهند وأيضا حرصت على أن لا يكون هناك فيه نقص في الامدادات لأنه أيضا خلال فترة وضع سقف الإنتاج في العام الماضيين حصلت بعض الظروف الجيوسياسية مثلا في فنزولا في ليبيا أثرت على الإنتاج اليوم لم يحصل أو أصبح فيه فائض في المعروض رغم فرض العقوبات النفطية على إيران لأنه الولايات المتحدة أعطت فترة سماحة وعفاءات لثمانية الدول وبالتالي في على أقل نصف الأول من 2019 إذا لم يتم خفض الإنتاج سيكون هناك نزول في الأسعار وبالتالي هذا التعاون الروسي السعودي المتجدد هو سيحافظ على التوازن في الأمرين أن لا يكون هناك في أي نقص في الامدادات وأن يكون هناك سعر معقول مرضي للطرفين ممتاز فهد كيف شايف نجاح الحراك السعودي الدولي في دعم استقرار أسواق النفط؟ وبكل تأكيد السعودية لها اليد الطولة لن نتجاوز تصريح وزير الطاقة السعودي العام الماضي عندما قالنا آخر درمين النفط في العالم سيتم تصديره من هذه الأرض لا زال الاحتياط السعودي يقدر تقريبا 25% من الاحتياط العالمي وهو الأقل كلفة وسيبقى الأرخص حتى لو بقي العالم وأصبح النفط شحيح فيه سيبقى النفط السعودي الأسرع والأقل أنه المربح نقطة التوازن هي التي ستبقى حجر الزاوية يعني هم لا يريدون العودة إلى انهيار الأسواق في عام 2016 عندما لم يبلغ السعر بـ 130 دولار التوازن يعتمد على الأرض والطلب والسعر في ذات الوقت وأعتقد أن الضخ السابق ما سبق العقوبات الإيرانية ومن ثم فترة السماح أو الاستثناء لبعض الدول عادت جدولة الأمر بشكل أكبر تعاون السعودي مهم جدا سواء كان داخل أوبك أو حتى خارجه وستبقى السعودي مثل ما قلت لك هي من ستحفظ استقرار وتضمن استقرار أسعار النفط في العالم دكتور عبدالله وأنت أيش تعليقك؟ أنا أعتقد أنه ليست هناك إشكالية في توازن العرض والطلب الإشكالية كانت في القرار الأمريكي إيران كانت تصدر في حدود مليونين وسبعمائة ألف مرميل والرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية ضغطت على أصدقائها سواء في دول الخليج أو في روسيا أو في المكسيكو في كندا أنهم يزيدوا الإنتاج حتى يعوضوا لثنين مليون وسبعمائة ألف لما طلع القرار الحقيقي طلعت معه استثناءات استثناءات لثمان دول من ضمنها الصين لوحدها الصين والهند تستورد من إيران حوالي مليون ومئتين ألف برميل يعني معنا نصف الإنتاج يروح للدولتين معها اليابان ومعها الكوريا الجنوبية ومعها تركيا إذن أنت تتكلم على أنه سبعين إلى ثمانين في المائة من اتصادرات النفط الإيرانية لم تتأثر في وقت الدول الصديقة الحقيقة استحثها الرئيس الأمريكي وضعت عليها بحيث يعوضوا النقص وبالتالي ليس هناك مجال مثل ما يشار الزملاء إلا أنه نعود مرة أخرى للاتفاق الجزائر وأنه الدول المنتجة تحاول أن تسحب هذا المخزون الذي تم ضخه في الأسواق أو على الأقل على العقود المستقبلية الأمر ليس أكثر من أنه يعني محاولة إغضاب الرئيس الأمريكي قليلا لأنه الجمهوريون متهمون في أمريكا أنهم أصحاب أبار النفط وبالتالي سيهاجمهم الديمقراطيين لو ارتفع الجالون البنزين في أمريكا سنتا واحدا وبالتالي هي عملية التحوط التي أبدأها الإدارة الأمريكية في مسألة أن يكون هناك احتياطيات كافية هي التي أدت إلى الخفاظ الكبير في أسعار النفط عبدالله هذا أنا أشوف على العكس أنا أشوف أنه ضغط الرئيس الأمريكي على الدول المنتجة عشان تعوض النقص متعمد لخفض أسعار النفط أنا أعتقد أن يخفض أسعار النفط لصالح أمريكا يمكن النفط الصخري أو حتى على الأقل ما يبقى أنه يرتفع أنت إيش رأيك؟ والله أمريكا دولة مصدرة هي الآن تصدر أحيانا هذا السؤال يحير إيش علاقة أمريكا في لكن مثل ما قال دكتور عبدالله الدخول إلى أمريكا هو لأسباب سياسية داخلية في أمريكا قضية النفط وإنتاج النفط في أمريكا حساسة لديمقراطيين ولحلفاء الديمقراطيين من جمعات البيئة وجمعات المناهضة لتوسع شركات النفط لكن أنا أعتقد هذه المؤثرات أنا يمكن لتأذلية بتكالم عن مبدأ التعاون نعم تعاون في البيئة الدولية الاستقرار أنا أعتقد أن هذه حالة التعاون يعني يمكن أنا أعزوها إلى أن الرؤية السعودية قبل عشر سنوات هي التي رأت ودعت إلى تأسيس منتد الطاقة العالمي وكان هذا نقلة نوعية في إدارة العلاقات الدولية ونظرتها للطاقة فبدل أن تكون الطاقة يعني كان المبدأ أن يتأسس عقيدة للحوار تنظر إلى الطاقة أنها سلعة حساسة لإقتصاد العالمي وحساسة لإقتصاديات الدول المنتجة لتعتمد على الطاقة ولغير قابلة للتجاذبات السياسية إنما هي سلعة يتعاون العالم عليها وأعتقد أن هذه الروح التي نشوفها الآن بين الدول المنتجة والدول المنتجة من خارج أوبك يعني هي الثمر لهذه الروح التي دخلت في العلاقات الدولية أن هذه سلعة يجب أن نتعاون عليها ليست مطروحة للصرع السياسي وخالد الفارح قبل شهر لما طرح قضية خاشقي وطرح مبدأ قال السعودية خرجت من أنها تطرح النفط كأداة للضغط السياسي وهذا أعتقد كانت حكمة ورسالة مهمة للأسواق والاستقرار لأن السعودية هي الدولة المرجحة الرئيسية صاحبة أكثر احتياطيات في العالم وأنا أعتقد أن التجاذبات في السوق الآن تبدل في المراكز الاقتصادية العالمية موقف أمريكا لا يمكن أن يعزل عن موقف ورؤيتها للتنافس الدولي مع الصين وترامب يعني متبني هذا المبدأ أيضا دخول الطاقة البديلة أيضا ما هو مصلحتك أيضا أن ترتفع الأسعار عند المعدلات التي تستثير الاستكشافات والأبحاث في الطاقة البديلة وهذه تقططع منك حصة غيث مرتجعة في أسواق النفط وهذا أكثر من العوامل فأنا أعودنا أن نروح التعاون بإشارة لها هنا هي ضرورية لاستقرار الطاقة أسعار الأسعار والأسعار في السوق طيب فاصل ثم أعود إليكم أهلا وسأهلا بكم وأهلا بظيف الكرام الأستاذ فهد بن جليد والأستاذ عبدالوهاب الفايز والدكتور عبدالله موسى الطاير والأستاذ عبدالرحمان الطريري إلى موضوعنا التالي أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء لجنة وطنية للتغذية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغداء والدواء تحت مسمى اللجنة الوطنية للتغذية لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآرائها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي وستضم اللجنة في عضويتها تسع جهات حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص في إطار السعي نحو دعم استراتيجية الهيئة العامة للغداء والدواء في المشاركة بتنظيم الغداء الصحي والإسهام في تعزيز وحماية الصحة العامة والوقاية من أمراض سوء التغذية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لازم نقول لنا أنه الهيئة العامة للغذاء والدواء يعني هي حارس البوابة الغذائية والدوائية والجهاز المؤتمن يعني على غذاء ودواء المستهلك في المملكة العربية السعودية وأيضا مجيء أو إنشاء لجنة وطنية للتغذية ضمن الهيئة التنظيمية للهيئة العامة للغذاء والدواء الذي أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن هذه المهام لتعزيز هذا التوجه يعني كيف شايف هذا القرار وتأثيره يا استفاد على إنشاء مجتمع صحي في المملكة العربية بلا شك يعكس حرص القيادة لصحة المجتمع أبدأ من حيث انتهى التقرير وأحد محاور الرؤية مجتمع حيوي وبيئة وأعتقد أن هذا مهم جدا في خلق بيئة عامرة من خلال هذا القرار السؤال المهم هل تستطيع وتنجح الهيئة في بناء قواعد منظمة لهذه اللجنة السوق أصابته فوضى عارمة في سنوات وعقود طويلة جدا يعني ابتداء من المصانع وانتهاء بسلوك المشتري يعني أكثر الأمراض الموجودة اليوم منها السمنة والسكري وخلافة والقائمة طول كلها بسبب سوء التغذية هل تستطيع اللجنة نفض هذا الملف ملف كبير جدا يحتاج إلى أذرع تنفيذية هل هناك سيكون تعاون مع جهات التنفيذ سواء كانت في البلديات أو حتى في تقديم دراسات تخيل يعني هذا أعتقد أنه مشتبك مع كل الوزارات حتى وزارة الإعلام في منع الإعلانات للأطفال في منع الترويج لبعض المنتجات الغذائية الخاضعة على فكرة هذا أيضا فيه قرار بهذا الخصوص لأن الهيئة العامة الغذاء والدواء الطالبة من وزارة الإعلام بكل تأكيد لأن هذا الأمر مهم هذا أمر مهم جدا تشترك فيه ابتداء من تأهيل الأسرة المدرسة وسائل الإعلام هو ملف كبير جدا لا نستهين به تغذية أساسية في الحياة هي لك أن تتخيل أن تغذية الصحيحة تقود إلى مجتمع صحيح تؤثر حتى في الانتاج تؤثر في معدلة العمر في الشيخوخة في الأمراض تخفض ميزانيات الممكن تقدم للعلاج والصحة وخلافة طيب دكتور إيش رأيك أنت يعني إلى أي مدى كنا بحاجة هذه اللجنة علما أنه يعني الهيئة العامة الغذاء والدواء أطلقك مبادرة تهدف إلى تعزيز دور الشركات الغذائية في توفير منتجات أكثر صحية من خلال تعديل طرق التصنيع يعني التصنيع الأغذية عشان تخفيض نسب السكر تعرف المرتفعة في الخليج إجمالا وفي المملكة العربية السعودية وتخفيض أيضا نسب الملح والدهون وأنواعها وزير الصحة مهموم بشيء اسمه الوقاية يعني يقدم عدد كبير من المبادرات وحتى في التأمين الطبي يبدو أنه يتجاه إلى اتجاه ما يتعلق بالوقاية ففي تصوري أنه هذه اللجنة هي اللجنة داعمة لعمل الهيئة بتسريع التشريعات وبرامج يتم تطبيقها للحد من هذه الأمراض الحقيقة التي تجتاح المجتمع السعودي كغيرهم المجتمعات الرغضة المعيشة تحتاج الحقيقة إلى أنه بدلا من أن يهلك المجتمع في النعمة تصبح النعمة قيمة إضافية له وهذا لا يتم الحقيقة إلا من خلال تشريعات وتشريعات قوية ويبدو أنه الرتم الهيئة الرقابي لا يساعدها كثيرا في تقديم سياسات فهذه اللجنة ستكون مهمتها هي تقديم الدراسات الاستشارية والسياسات والتشريعات التي تعتمدها هيئة الغذاء والدواء أنا أعتقد أيضا أنها تدخل أيضا في ضمن الرؤية هي مسألة تحسين جودة الحياة لأنه كلما تم الاهتمام بالغذاء ونوعية الغذاء في تصوري أنه هذا يؤدي إلى مجتمع صحي ولا تستطيع أن يكون عندك مجتمع منافس مجتمع منتج إذا لم يكن هذا المجتمع صحي منتاز عبدالرهاب أيضا فيه دراسة للحياة العامة والغذاء والدواء أنه 52% من السعودين ما يرجعون المنتجات يعني ما يطالع أي معلومات غذائية واردة فيها 34% يصدقون الإعلانات إلى أي مدى تعتقد أنه يجب تكثيف الوعي عند المواطن بحيث يلتزم بهذه الأشياء والله يمكن أحد الأدوات لتكثيف الوعي هي أن يتم تفعيل الأنظمة والقرارات التي تناول مسألة الغذاء والدواء في المملكة أنا أعتقد إنشاء هذه اللجنة هي استكمال لقرار مجلس الوزراء صدر في رمضان قبل الماضي اللي هو الصحة في كل السياسات فمجلس الوزراء أصدر هذا القرار وتضمن أن يفترض في أي تشريع أو أي تنظيم وطني يخرج أن يراعي ما يمس الصحة العامة وهذا سمي الصحة في كل السياسات وأعتقد أن هذه اللجنة كما تلاحظها لجنة استشارية علمية هدفها أن توسع دور لجنة الغذاء والدواء وتوسع إطارها التنظيمي لأنه في جوانب لا تصل لها البعد التنظيمي للهيئة ولا يمكن أن تعدل القضايا الأساسية في الغذاء والدواء في المملكة بدون أن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية عندنا مشكلة في جانب الغذاء طبعا الأطب يقولون أمراضنا من غذاءنا ومن عاداتنا تقريبا عندك 30% من أمراض السكري خارطة الأمراض المزمنة أمراض المؤدية للقلب الأمراض كلها مؤشرات سيئة في المستقبل بسبب العادات واللايف استايل أو نمط الحياة السعر في السعودية أدى إلى هذه المؤشرات السربية في جانب الدواء أيضا يعني بعض الأبحاث تقدر إلى أن الهدر في فاتورة الدواء في السعودية تصل يمكن إلى من 28 إلى 30 مليار سنويا تقريبا حجم الهدر الدواء في كمية الدواء في بيوتنا لما نستخدمها يعني تشتري دواء ليومين بينما هو العشر أيام ففيه هدر فائض كبير أيضا فيه تالف بسبب الحفظ والنقل وأعتقد مؤشرات كثيرة في صناعة الغذاء والدواء تحتاج اللي أتمنى أنا من هذه اللجنة هي التي تكون لجنة علمية استشارية أنا أتمنى في حقيقة أن تتحول إلى مركز أبحاث ودراسات لصنع السياسات يكون ثينك تانك لصنع السياسات يجمع تحت مضلة كل الخبراء في قطع الغذاء والدواء بحث يشتغل على هذه القضية لأنها فاتورتها كبيرة في الاقتصاد إذا أخذت قضية الغذاء والدواء وما يترتب عليها من علاج إلى الأمراض فتقطع نسبة كبيرة في الموارد عبد الرحمن دور التعليم وزارة التربية التعليمية أنها تعزز في المناهج الدراسية ثقافة الوعي والاهتمام بهذا الجانب لدى النشأ يعني عشان يعرفون المظار وأسباب الوقاية مبكراً أنا أعتقد الجهد بالتوعية في مسئلة الغذاء والدواء لازم يكون جهد تكاملي حنا دائماً نتكلم عن أن المجتمع أغلبه الناس يحكون ستين في المئة سبعين في المئة تحت ثلاثين سنة بالتالي جمهورك في الجامعات وفي المدارس وليس فقط يعني من يمكن أن تخاطف فصال الإعلام أيضاً الاهتمام برسائل مناسبة لإعلام الجديد لأنه أنت عندك أرقام مرعبة من الشباب الصغار على اليوتيوب على تويتر على خلافه نسبة 52% هي جيدة إذا قررنا بربعنا في العالم العربي إذا قررنا بالدور المتقدمة هي ضعيفة عندنا مشكلة في الغذاء الهيئة مشكورة تقوم بدور استباقي لكن المشكلة تستمر إلى لما يوصل البيت أنه ما في توعية أحياناً كيف تخزي الأكل كيف تحطه وعندنا مشكلة أسوأ في الدواء أنه عندنا حوالي ثلاثين مليون دكتور في السعودية أوجعك حلقك خذ هذا مدري حكك راسك خذ هذا طلعت لك حبة كلهم يفتون نعم فبالتالي مسألة أنه ما يكون في أيضاً صرف دواء إلا ورشدتها طبعاً والمشكلة كلها جاية من الثقافة لكن أنا أرى في الجيل اللي فعلاً تحت ثلاثين سنان نوعيهم كبير جداً أكبر من الجيل الأكبر وأتوقع أنه بإذن الله خلال السنوات القليلة سنشهد انقفاض في نسب السكري في نسب السمنة في نسب كل الأرقام السيئة طيب فأصل ثم أعود إليكم أهلاً وسهلاً بكم وأهلاً بضيوف الكرام إلى موضوعنا التالي أعلنت السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا اتخاذ سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية مع تأكيدها اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ووافقت الدول الأربع على تأسيس لجلة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني وتعزيز إدارة تدفقات العملة الأجنبية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إداراتها الاقتصادية وكشفت عن سلسلة من الإجراءات لدعم اقتصاد اليمن تشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وبإشراف البنكر مركزي اليمني إضافة إلى تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية دكتور عبدالله الدول الأربع الداعمة لسعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا أشارت إلى تأثير الوضع الاقتصادي على الوضع السياسي أو على العملية السياسية كيف تشايف المسألة؟ أنا أعتقد أن الدول الأربع الآن تمارس عملية إنعاش للاقتصاد اليمني إنعاش طويل المدى إذا أردنا الحقيقة أنه تحقق نحن على عتبات توافقات سياسية معينة وحلول سياسية وتفاوض وغيرها إذا أردنا لهذه العملية السياسية أن تنجح فعلينا أن نهتم بالتنمية التنمية الحقيقة هي الأمل الذي يمكن أن ينظر إليه اليمنيون بالتفاؤل وعلى أن يكون هو مقدمات المستقبل عانى كثيرا اليمن في الفترة الماضية بسبب هذه القوة الإنقلابية وأعتقد أنه أنا الأوان أن نضخ في شرعيين اليمن الحياة من جديد وهذه لا يمكن لنا أن نطلب من أي مجتمع أن يتمسك بعملية سلمية وأن يتفائل بها إذا لم نقدم له حلول الحلول الحقيقة هي دائما أن يكون هناك أمل أفضل في المستقبل اليمنيون بحاجة إلى معالجات اقتصادية عاجلة وبيحاجة في نفس الوقت إلى خطط اقتصادية طويلة المدى وأعتقد أن الدول الأربع والتحالف العربي في اليمن مثل ما أسمى في مساعدة اليمنيين للتغلب على هذه القوة الإنقلابية والدعم الصمود الشرعية فإنه أيضا سيقف مع اليمن في بلورة سياسات تساعده في الخروج من هذه الأزمة الإنسانية وأيضا حتى نتحدث عن يمن يعني على الأقل يخطو خطوات نحو ازدهار اقتصاد هل شرفت أزمة اليمن عن الانتهاء؟ في إرادة دولية كلما تفائلنا عادة المسألة هي لا في إرادة دولية لا في إرادة الحقيقة تحت وطأة الأزمة الإنسانية هناك توافقات دولية الآن على أن يكون هناك حلول سياسية هل هذه التوافقات الدولية تستطيع أن تضطع الحوثيين لتقديم التنازلات؟ أو أنها ستحسب الأمر لصالح الحوثيين بصفتهم سلطة الأمر الواقع؟ هذه الحقيقة طريقة المقاربة مع الحلول السلمية والتفاوضية التي ستكشف لنا قبل نهاية العام في المفاوضات الجديدة إن شاء الله أيضا دول الأربع وصفت الوضع الاقتصادي في اليمن بالهش فإيش المطلوب برأيك في هذه الكلمة المقبلة؟ أنا أتوقع أن المملكة تعمل أو تقوم بدور أخلاقي جدا إضافة لقيادتها للتحالف الشرعية هي تقوم بعمل إنساني حتى قبل هذا بكثير إذا حسبنا المساعدات السعودية تتجاوز 11 أو 12 مليار خلال ثلاث سنوات الماضية إذا جئنا العدد اليمنيين الموجودين في السعودية من أثار هذه العزمة أكثر من 561 ألف لاجئة فيما صرح مع الدكتور عبدالر ربيعة السعودية اليوم تأتي وتم تحويلهم على فكرة مش من اللاجئين تم منحهم فرصة لتحسين حياتهم والعمل والاندماج في المجتمع حتى تنتهي العزمة أنت تتكلم عن السعودية اليوم في المرتبة الثانية عالميا في عدد من تستوعبهم بهذه الطريقة سواء كانوا من سوريا أو من اليمن أو حتى من الدول الإسلامية المنكوبة لا شك أن هذه خطوة مهمة جدا من الدول الأربع السعودية تحاول أن تقدم الدعم بدون تميز يعني يمكنها من النوادر على مستوى العالم أن دولة تقوم أو تخوض حرب وتقدم حتى للعدو مساعدات إنسانية لمساعدة المحاصرين ومنهم داخل سيطرة من أجل مساعدتهم هذه عملية مهمة جدا علينا التركيز عليه وعلينا إثاراتها بشكل مستمر في وسائل الإعلام دائما الدول تقوم وتخوض حروب وغير معنية بالطرف الآخر أو حتى الحالات الإنسانية التي بداخل أو بتحت سيطرة هذا الطرف بينما السعودية تقوم بدور مهم جدا في هذا الجانب تحديدا وتقديم مساعدات وضخ خطة تنموية من أجل تقديم رؤية مختلفة لحياة أفضل وحتى بعث الأمل من جديد من أجل علاج كل المشاكل التي قد تنتج من هذه الحرب وحتى تمخض في بعض المناطق التي يتم السيطرة عليها من قبل التحالف الدولي أو حتى تلك المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين وأكبر دليل ما شاهدنا في ميناء الحديدة وغيره ومن المساعدات التي تقدم السعودية حتى عن طريق المنظمات الدولية طيب عبد الرحمن خلينا أسألك في الجانب السياسي صراع على الحديدة يعني بين الجيش الشرعي والحوثيين قد بلغ أشده هل ستكون معركة الحديدة يعني هي نقطة تتحول في صراع اليمنية ترى يعني أنها ممكن لأنه تكررت كثير لكنها كل ما توقعنا أنها يعني ستكون الضربة القاضية تعود إلى المربع الأول إنهاء أو تحرير الحديدة من أيدي الحوثيين هو أغلاق للصنبور الذي يتنفس منه الحوثيين السلاح والغذاء حتى المساعدات أنا أعتقد أنه إذا نظرنا إلى اليمن لابد أن ننظر إلى سبع سنوات السعودية ابتدأت بالحل السياسي عبر تقديم المبادرة الخليجية وتجنيب المظاهرات التحول إلى صراع التي كانت موجودة في ميدان السبعين وغيره ثم قامت بدعم أيضا الحوار اليمني في ما يسمى الحوار المثنبك وقامت بعدد خطوات سياسية إلى أن ارتأت إيران تريد خلق حزب الله جديد وبالتالي أصبح هناك ضرورة العمل العسكري فقامت المملكة بتشكيل تحالف عربي هذا كان مزعج لعدة قوى غربية وإقليمية قدرة السعودية بالتعاون مع الأصدقاء على أن يكون هناك قوة لأول مرة يكون هناك تحالف ليس في إحدى الدول الكبرى وبالتالي قدرتك ضمنيا على أن تحمي نفسك وبالتالي وضعك بعض العراقيل خلال هذه المرحلة حتى لا تحسم الحرب أحيانا كان هناك ضغط إيراني إلى محاولة إفلاس اليمن عبر نحب البنك المركزي من قبل حوثيين وقام الملك سلمان بدعم البنك المركزي اليمن عدة مرات كان هناك تعطيل لوصول لقاحات الكوليرا حتى تزيد الأمراض وبالتالي تلامس سعودية وحتى منظمات حقوق الإنسان تتكلم عن انتهاك أو صاروخ ضرب الخطأ من المملكة لا تتكلم عن كمية الألغام لا تتكلم عن المحتجزين سرقة المساعدات وزير الدفاع في صنعة وبالتالي بالإضافة أننا لا تتجنب الحديث عن غياب الحوثيين عن المشاورات آخرها في جنيف يتدعى مارتين جريفث ذهب وفد الشرعية ولم يذهب وفد النظام وأيضا مفاوضات كويت الأربع أشهر كان دائما الحوثيين يرفضون الحل السياسي اليوم المشكلة الرئيسية أن اليمن لا تنظر له إيران أكثر من ورقة ونذكر الرئيس روحاني في جولته في النمسا وعدة دول أوروبية قبل خروج رئيس المتحدة من اتفاق النووي بأسابيع أنه قال نحن مستعدين للتخليع ورقة اليمن إذا بقيتم في الاتفاق النووي بينما السعودية تدخل إلى اليمن بالجندي والطبيب والمهندس معنا إذن ترى أنت برضو مرة أخرى أنه معركة الحديدة يمكن أن تكون معركة فاصلة؟ عندما بدأت قبل ثلاث أشهر معركة الحديدة نشرت واشنطن بوست أن الإمارات طلبت مساعدات استخبارية للتحرير الحديدة وأنه لا تتحدى رفضت تقديمها أيضا أنا عندي تشككات كثير في النواية البريطانية حول اليمن وطموح المستعمر القديم خصوصا بعد البريكزيت لا أحد يريد أن تنجح المملكة والإمارات وباقي الحلفاء ولكن على المملكة أن تتحرك لإنجاز معركة الحديدة لأنه أنهاءها هو اللي سيلغي حتى بعض السيناريوهات اللي بدأت تطرح أنه يكون هناك دولة شمالية الحديدة صاعدة صنعة دولة الأمر واقع كما قال الدكتور عبد الله طيب إيش تعلقك أستاذ درهاب يعني على الوضع الاقتصادي في اليمن؟ بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن الجراءات التي اتخذت أعتقدت ضرورية لأنه من المهم الاستمرار في انعاش الاقتصاد اليمني حتى يبقى على الأقل محقق المقومات الأساسية لاقتصاد دولة وهذا ضروري لأنه إذا تمت العملية السياسية ونجحت فعلى الأقل يكون هناك دولة بحدها الأدنى تعمل بحدها الأمن استقرار بالنسبة للريال الأمن يتدفقات إدارة الوضع الاقتصادي تكون نوعا ما مستقر بحيث أنها تساعد اليمن على المضي بمشروع التعمير لأنه المرحلة القادمة هي الآن انهاء الحالة الوضع الإنساني الصعب الآن في اليمن وهذا يتطلب استقرار اقتصاد مستقر وهذه الخطوة ضرورية وطبعا حنا سعودية والإمارات تتحمل الدور الكبير الآن في هذا الجانب ولكن لنأمل بعد استقرار الوضع السياسي في اليمن أنه يتم إنشاء البنك العربي للإنشاء والتعمير نتمنى أن السعودية تقود إنشاء بنك عربي للإنشاء والتعمير على غرار البنك الدولي يكون محور عمله في منطقة في العالم العربي بحيث هذا استمرار لدور المملكة هذا البنك يكون دوره حماية الشعوب القادمة من الديون ومن تغول الديون فإنشاء بنك عربي للإنشاء والتعمير تقود ضرورة وهذا أحد هداف الاستراتيجي نتمنى أن المملكة يعني تواصلها وتسعى عليها طيب أنا عندي سؤال أخير فيه دائما يعني يثار الجدل على موضوع إلزام المعلمين والإداريين بالدوام خلال أيام تعليق الدراسة أسؤالي أنت مع أو ضد بس لأن هذه آخر فقرة هل أنت مع أن يلزموا المعلمين والإداريين بالدوام خلال أيام تعليق الدراسة إذا كان في خطورة على الإنسان صغيرا أو كبيرا فأنا مع عدم إلزامهم بالدوام لكن إذا كان ينظرون الحقيقة إلى أنه لا هذو الأطفال ممكن يتأثرون لكن الكبار ما ممكن يتأثرون هذا شيء آخر لكن نحن الذي رأيناه أن هناك الحقيقة كان في خطر على الصغير وعلى الكبير على المركبات على الناس المعلمات وبالتالي إذا وصلت إلى قناعة أنه لا بد من تعطيل الدراسة يجب أن تعطل الجميع عبد الرحمن أنا ضد طبعا إذا ما عندهم طلبة يدرسونه ما قدهم بيوتوب ليش راح نمدسل حالهم طيب فهد أنا كنت سابقا معه لكن بعد المشاهد اللي شبناها الأخيرة لا ضد حقيقة لا حاجة للمعلم دون طالب والله أنا أعتقد أنه كان في تصوري كان قرار غريب كيف إذا هناك دواعي ضرورية لغيال الطالب فالمدرس إنسان من باب أولى من باب أولى فما ندري يعني علي أساس وزارة التعليم اتخذت هذا القرار أنا انتهى وقتي وبقي لي نشكر بيو في الكرام تكسر عبد الله موسى الطاير والأستاذ عبد الرحمن الطريري والأستاذ فهد بن جليد والأستاذ عبد الوهاب الفائز وشكر موصولون إليكم إلى اللقاء في السبت القادم موسيقى